ترجمة نانسي قنقر 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 وكل العالم تخاف من عنده ومعروفة الصيد بالليل أحسن من النهار وأصلاً أنا ما عندي مجال أصيد بالنهار كنت أصيد بالليل أنصب شبك وأحياناً بالنهار أروح وأصيد حمام أو باط أو الطيور اللي تجي مهاجرة استمريت مدة شهر كامل وأنا بهذا المكان كنت ما أعلم أحد علي وين أنا أصيد لأن كانوا يسئلوني ويقولوا لي أنت بعد ما تجي لهذا المكان الصيد وأنا أقول لهم رحت لغير مكان أو أقول لهم أنا أصيد بس بالنهار واللي صار بعدها أنه عاني بأحد الأيام بهذا المكان وشنت يعني بهذا المكان مجهز حتى مكان إلي يا أقعد بي شنت باني بهذا المكان يعني تقدرون تقولون إحنا بالعراق نسميها صريفة أو غرفة صغيرة وبسيطة جداً وهذه الغرفة من القصب تم بني من القصب البردي أو القصب هذا اللي هي لونه أخضر وبعدين يبس يصير لونه أصفر يقول شنت باني غرفة ومجهز أموري طبيعية وكانت عندي دراجة اللي هي موتور أو يسموها دباب أخواننا بالخليج يقول شنت أنا دائماً أروح حليها وشنت طول الوقت أقضي بالصيد وبالنهار أخذ الأشياء اللي صددتها أبيعها وأرجع للبيت أنا أمور اللي صار إلي بأحد الأيام على الساعة تقريباً ثمانية لنصبت كل الشبت اللي موجود عندي في سبيل أروح أرفع بعد ساعتين أو ثلاثة وبعدها رفعت وبهذا اليوم شنت ما صايد وبقت بس شبتشة وحدة وشوية بعيدة علي لما جاي أمشي وقال كان عندي يعني ضوء أضو به لأن هناك الظلام دامس وحالك جاي أضو بالمصباح وعلى طرف المي أو على طرف احنا نسميه الشريعة يعني النزلة شفت أكو شخص موجود هناك وحركته غريبة جداً كأنه حيوان وموجود بهذا المكان قلت مو وقتها يجي يم الشبتشة ومعروف السمج بالليل إذا طلع صوت يمه راح ينهزني من المكان مباشرة رحت أمشي باتجاه هذا الشخص واتضح علي أنه هذا إنسان مو حوان لكن جالس بالمي شون اللي جاي يسوي يم الشبتشة ما أدري بديت أنادي بي وقل لي أنت جاي يسوي يم الشبتشة ماتي أطلع لكن ما يجاوبني وبعدها لما صرت فوقها كان شكل غريب جداً ما شفت وجهه لأن كان مدنق وهاني شنت بارتفاع وهو كان جوايه اللي صار بعدها ظل ساكل مكانه وجالس ذاك الوقت عندي بندقية ما تصيد أنا حاطها بشتفي مباشرة طلعت البندقية من شتفي وسمع صوت الأقسام مالتها وعرف أنه هاني أريد أضربها هو مدنق قلعوف البندقية من نيدك ولا ترفحها علي أحسن ما أأذيك وبعدها ظل يكرر علي هذا الكلام ويقول لي نزل البندقية من نيدك قفت من عنده وارتعبت اللحظة قلت احتمال يكون هذا من الجن لكن ما نزلت البندقية لأن خايف من عنده ومرعوب قلت له غادر المكان أحسن إليك بعدين سألت سؤال قلت له أنت جن له إنسان سكت وما جاوبني ومر ومرتين بعدها لما لم يجاوبني قلت خلص هذا إنسان محتمال يجري ديبوق الشبشة مباشرة حطيت البندقية عليه وقلت يعني أخوف أنه أنا موضرب راح أضرب فوقها ورميت طلقة وحدة فوقها ولما رميت طلقة وحدة فوقها اللي صار بعدها قام من مكانه ولما نقام من مكانه هنا أنا أنا ارتعبت وانفزعت لأن كان طويل جدا تخيلوا هو بنزله وأنا بارتفاع ولما نقام صار تقريبا بطولي يعني الطول مات عبر الخمس أمتار وكانت رجلية موجودة بالمي لما نشفت هي كان مباشرة حطيت رجلي وركضت وركضت وتلفت وراي وبعدها هو اختفى ومعرف وين راح أنا ما أخاف أبد من الجن والطنطن لأن طول الوقت اللي كنت أصيد بي أشوف حركة وأشوف خيالات بعيدة وأشوف أحيانا مثل الشخص جاي يمشي بالمي ويعبر من مكان المكان لكن أتجاهلة تماما وكنت دائما يعني أقرأ قرآن وأحصن نفسي قبل لا أصيد لكن بهذا اليوم أنا ما حصنت نفسي وما قرأت قرآن وما أذكر أصلا أنه أنا يعني قلت أي شيء ثاني المهم اللي صار بعدها وصلت للمكان اللي أنا مسوي وأقعد بي ظليت واقف وأناظر وماكو أحد وكل ساعة أضوي بالاتجاه اللي جيت من عنده في سبيل أشوف إذا أكو شخص وبعدها وأنا جاء أضوي لمحة شخص عبر من مكان المكان وهذا الشخص كل ساعة يعبر يعني يرجع من اليمين يروح على اليسار من اليسار اليمين لكن جاي يتقدم علي حطيت البندقية مرة ثانية وبعدها صاح علي أبصوت عالي قل عوف البندقية من عندك لأن أنا أقدر أخليك بعد وما تجي لهذا المكان أو أقدر هس أموتك وأخذ روحك لما قال هذا الكلام مباشرة خفت من عنده وقلت خلص أنا جاي يتعامل ويجن وهاي سوالة في الطنطل وخايف من عنده قلت أخاف أرمع علي ثاني مرة وصير لي مشكلة حطيت البندقية بجتفي وما رفعتها مرة ثانية لكن ظلت أضوي ومستخدم المصباح ماتي وبالاتجاه هذا نفسه ومرة وحدة حسيت أكون إنسان جاي يتقدم علي من بعيد ولما صار قريب علي وبيني وبيني تقريبا عشر متار خفت جدا من عنده وقلت خلاص هو هذا الطنطل وأنا ما أظل وأقف لأن هواي نسمع عنه قصص وأصلا أنا شفته عدة مرات من بعيد مباشرة شغلت الماتور ماتي أو الدباب وعفت المكان وطلعت وهو ظل يتقدم لحد ما وصل المكان اللي أنا جنت أجلس بي اللي أنا مسوي وبانيه من القصب ودخل بيلي جو شوية وبعدها كل ساعة يطلع راسي ويباوع علي ويرجع وأنا جنت على راس الشارع وأناظر بي وأشغل بالضوة وأطفي علي جنت ما خايف من عنده بس بنفس الوقت أعرف أذيته شنو قام يحكي وياي بصوت عالي ويقل لي خليك بمكانك هاي الطلقة اللي رميتها علي أنا رح خليك تدفع ثمنها وخليك بمكانك وأنا هسه هنا أنا خليت مكانك وبعد ما تحرك من عنده أبد هو كان يتكلم وياي وأنا أطف بالضوة وأشغل بنفس الوقت ذكرت أنه أنا أصلا ما قرأت قرآن أبد ظليت أقرأ قرآن لكن بسره مو بصوت عالي ويقل لي خلص خليك مصيرك راح ترجع وتاخذ للشبك وماتك اللي صار بعدها خلص أيست من عنده أنه يطلع من هذا المكان لأن كل ساعة يناظرني وجاي أشوفه شغلت الدباب ماتي وتوجهت ورحت للبيت رحت للبيت بذاك اليوم لكن لما وصلت للبيت استائج جدا الشبك نصها ضلت منصوبة وعندي غراض وسمج موجودة بهذا المكان ما قدرت أطلع وأول ما طلع علي الصبح مباشرة رحت للمكان لقيت السمج ما موجود ولقيت الشبك كلها مفتوحة من مكانها ورايح بالماء ومعرف وين رايح اللي صار بذاك اليوم كارثي طلعت وراح تجيب الشبك جديدة وبين وبين نفسي قررت أنه أنا ما أرجع لهذا المكان لكن لحد المغرب وقلت خلص أنا ذاك المكان بيرزق وخلي أرجع ورجعت وحصنت نفسي قبل لأطب للمكان وطبت ونصبت الشبك ماتي وشنت كل ساعة أسمع صوت وحركة قريبة من عندي لكن لما ألتفت وراي ما ألقي أي أحد وعرفت أنه أنا خلص الخوف والرعب دخلت قلبي وهنا الرعب والخوف لما يمتلكك بعد ما تقدر تمارس حياتك طبيعي المهم معدى هذا اليوم طبيعي وجه اليوم الثاني واني بخذ الروتين ماتي واستمريت تقريبا خمسة يام واموري طبيعية أجي وحصن نفسي أسمع أصوات أشوف خيالات بعيدة وقلت خلص رب العالمين شفان شرة وظل بعيد علي وبيوم للأيام نصبت الشبك ماتي وشنت ما نايم بالبيت زين فقعدت بهذا المكان اللي مسوياني شوية ومددت بمكاني وغفيت وما أدري بنفسي ولما نغفيت حسيت أنه أكو شخص موجود يمي أو جاي قاعدني وأول ما فتحت عيوني كانت الدنيا ظلمة وما أشوف أحد لكن الضوء ما للقمر كان يعني واضح نوعا ما كنت أشوف شخص قدامي لكن ما جاي أشوف ملامح شغلت الأضاع اللي بيدي لقيت رجال والرجال كان شكله يعني مثل أسمر البشرة وأموره طبيعية لكن الشاي اللي بإيده عصر وكان يعني قاعدني به كان يحطها يعني بصدري ويحطها على رجلي ويقول لي أقعد قاعدت من مكاني خايف ومرعوب وعرفته أنه هو طنطل طنطل معروف أنه هو يتغذى على الخوف ماتك إذا أنت خفت خلص حياتك انتهت بالنسبة إليه وأنا بهاي اللحظة قدت خلص خلت مالك نفسي وما أبين لأنه أنا خايف لكن هو عرفني أنا خايف لأن مباشرة قلت له أنت طنطل وأنا عرفتك وأنا ترى ما أردى ضربك وأنا كذا وأنا ما أردى ضرك بعد ما شافني أنه أنا جاي يتكلم يجقى بيضحك بصوت عالي وقال لي أنا إنسان حالي حالك هاي شبيك قوم أطلع طلعت من هذا المكان قلت لأنتش رايد واستحيت من نفسي يقول لي لا تخاف أنا ما جاي أضرك أنا من نام استطرق وفتت وسمعت صوتك وانتش شي أخر وجيت وقعدتك طبعا هنا أنا مباشرة قلت خلص إنسان وجاي تمشي وبعدها قال لي أنتش عندك هنا قلت لأ أنا أنصب شبت وأصيد قال لي أنت تدرب هذا المكان بيجين شون تجو الصيد بي أنت قلت لأ عادي والله ليحفظني لما قلت لأ عادي والله ليحفظني رفع العصل اللي شايلها وضربني على ظهره بيها وقال لي لا تقول هذا الكلام وضربته كانت شديدة جدا ليه وبوقتها نسيت أنه أنا البندقية ماتي وما شايلة حطيت إيدة على شتفي كان يقول لي ها تريد تضربني مثل المرة اللي فاتت من قللي هيك عرفت أنه هو تنطر ركضت وعفته ولما ركضت وعفته خايف وعفت كل شي هالمرة نفس المرة اللي راحت وراحت وقفت على الشارع وخايف من عنده وهو يحكب صوت عالي ويقول لي تعال أنا ما جاي أأذيك المشكلة أنه أنا ما أحافظ أشياء هواية من القران وبنفس الوقت التلفون ماتي اللي حاط بي قران وهاي الأشياء شنة أعوفها بالبيت لأن أنا أصيد ومي نوبات أضطر أنه أنا أدخل بالمي فأشيلوا ياهي تلفون عادي والتلفون حتى العادي كانت أخليه بكيس وأشده في سبيل إذا نزلت المي ما أطلع من جيبه لأنه أبات أنساء واحترقا عندي عدة تلفونات التلفون العادي اللي يصير بي كشاف ظليت واقف بالمكان وادع رب العالمين أنه هو يغادر لأن هالمرة كل شي تركته ولعفتهن ورحت خلاص راح أرجع الصبح مراح هلقان ظليت قاعد وأنتظر بي روح وأنتظر بي روح وهو واقف بالمكان وانتي ويناظر بي الحد ما صار تقريبا الفجر وهو يعني يتناور وياي وأول ما صار الفجر بعدها اختفي من وراء هذا المكان اللي أنا أقعد بي وتوجهت أمشي بحذر شديد وأقول يعني بيني وبين نفسي بسم الله وأذكر اسم رب العالمين على الثاني وصلت وما لقيت أي شي رايح من المكان أبد مباشرة لميت السمج اللي موجود وحضرتها حطيتها بكيس شبير وبعدها رحت قمت أرفع بالشبك اللي موجودة رفعت الشبك اللي موجودة وبقتها ما خسرت شي بذاك اليوم ولميت كل الأسماك اللي موجودة وأخذتها ورحت ومباشرة تشنتي أنا يعني ما أرجع للبيت أروح أبيعها يلا أرجع للبيت بعتها وكملت ورجعت للبيت يقول أنا شبير بالعمر وعمري اتعدى يعني الخمسة وستين فشانوا أهلنا قبل يحشوني عالطنطل هواي ويقولون الطنطل كذا والطنطل يخاف من الملح وغيرها اللي سويتها أنا ما أخذت ويايه ملح في سبيل هو يخاف من عندي قلت خلص خلي أخذلي خبز والخبز هذا اللي أنا رح أخذ لها ما بي ملح تماما قلت الزوجتي خبزي خبز ما بي ملح أبدا سألتني وقلت ليش قلت لها أريد أصيد أسماك وبالشص أو بالسنارة أنا جاي أقضي وقت بالليل طويل وجاي أمل وهاني قاعد فهاني أريد أصيد في سبيل أقضي الوقت سألتني زوجتي وقلت لي بس هما ما يأخذون خبز قلت لها عش يأخذون قالت يأخذون عجين قلت لها لا أنا أريد أصيد أو بخبز قالت لي خالص براحتك إش قد أسوي لك ثلاثة قلت لها سوي لعشرة ظلت متفاجئة وتباوع علي تقول لها شي سوي بيهن عشرة قلت لها أنا ما راح أروح أصيد مباشرة أنا من راح راح أروح المغرب راح أثرم هذا الخبز وأطش إلهم وبعدين راح يتجمعون بهاي الأماكن وأرجع بالليل أصيد أنت أمور ما تعرفون بيها بالصيد لا تتدخرين راح خبزيلي قول خبزتلي صدق خبز بدون ملح ولما نجدت وطتني الخبز رجع أسلتني قالت لي زيل ليش بدون ملح ليش هو السمت يعرف قلت لها ما أعرف أنطيني بس هو هيك الصيد خط الخبز من عدها ورحت وارد شنت متعود يعني المغرب ووصل لهناك منصب الشبش ماتي وموري بالسليم قلت هالمرة ذا على لداء أواجه وأكلم وبهذا اليوم مشه وعدة طبيعي ولسا على وحده وهو ماك وبينه وبين نفسي أقول الحمدلله ما ظهر إلي وما شفت مرة ثانية وشنت أمشي وشنت شايل وياي الكيس وحاط به هذا الخبز وأفتر وين ما أروح ما أخذه وياي الكيس قلت دا أشوفه أنطهي وقل له هذا جبته إليك بس لا تأذيني وصدق اللي صار شفت حركة بعيدة علي وبعدها صراخت من بعيد وقلت له أوقف بعدها قمت نادي بي وقل له أنت جن ولا طنطل أنا ما جاي أذيك أوقف تعالى نصيراني وياك أصدقاء أنا اللي طلبت من عنده هذا الشي مو هو اللي صار حسيته أنه وضل ساكن بمكانه بديت أتقدم وخايف ومرعوب وقلت يمكن أنا راح أخلي نفسي أبتع لك بديت أرجع وعفته وأنا جاي أرجع مرة وحدة حسيت أكو شخص جاي يمشي وراي وشانت المسافة بينه وبينه طويلة شبسر عمو ما وصل لي يمي ما أدري لكن معروف على الطنطل يتحرك الطريقة سريعة جدا التفتت وراي وما لقيت أحد وبعدها فتحت خطوة شوي يعني بديت أهرور راح أرجع للمكان ماتي وأقعد وكل ساعة التفت وراي لكن جاي أسمع صوت أقدام تركض وياي ومره وحدة قبل لو أصل للمكان اللي أنا أدخل بي حسيت شخص جر الكيس مني دي ودفعني وسقطت على الأرض وكانت دفعتا جدا قوية ذاك الوقت لما وقعت وقعت على وجهي وحتى سني انكسر وخشمي قام ينزف وبديت أغسل وبديت أطلع بالثلج اللي عندي لها نتينة أخذه وياي بوكس بثلج وخليه على خشمي في سبيل لا أضل أنزف وذاك اليوم ما صار بعد أي شيء نهايين ولما رجعت الصبح تفاجت زوجتي بوجهي قلت لي هذا من اللي سوهي وياك انت متعارق قلت لي شكو شان تقول لي خشمك منفوخ وشبير رحت باوعت بالمرأة لقيت نفسي صدقاني متأذي وسني مكسور وباليالآن ما حسيت علي حسيت بوجه صح لكن ما حسيت وشان مكسور سني وبعدها ما سولفت لها قلت لها أنا جاي أصيد أزحلقت وقعت وهذا الشي اللي صار لي المهم قمت أودي لأكل بشكل يومي وأروح أودي هذا الأكل ولقيت أول مرة يم الشبتشة البعيدة اللي أنصبها بالمي خليه هناك خبز وبدون ملح وشنت لما أروح أجيب الشبتشة ما ألقي الأكل هذا موجود وعرفت أنه هو جاي ياخذ لكن ما ظهر لمرة ثانية أبدا وبأحد الأيام وأنا بالبيت اتأخرت لأن بذاك الوقت كانوا يامنا خطار وما طلعوا لحد الساعة تسعة وأنا متعود أروح للصيد بشكل يومي صارت عندي عادة وما أقدر أبطلها أبد رحت مباشرة ووصلت لهناك وبديت أنزل بالمي ودنيا الليل والوقت متأخر ويمكن هذا أول يوم أنزل بي بهيش وقت أنه أنا أخلي الشبتش ماتي جنة دائما أروح إلى المغربيات أول عصريات أخلي الشبتش ماتي وما أرفعها غير مرة واحدة ساعة بـ 12 وأرجع أنصبها يعني أول مرة أنا أخلي بهذا الوقت الشبتش نصبت الشبتش ماتي ولما وصلت الشبتش الأخيرة حطيت الأكل ودخلت بالمي نصبت الطارف الأول ودخلت لي جواب عمق شوية بالمي في سبيل أشد الطارف الثاني اللي صار بعدها وانا راجع طبعا شفت شخص قاعد يمذني الكياس خفت من عنده وظليت واقف بالمي وقال لي تعال أطلع أنا ما جاي أذيك أبد طلعت مباشرة ولما انطلعت مباشرة هو اللي انطاني إيده وشنت خايف أنا أمد إيدي إلي لكن مديت إيده وقالت خرص ما بليد حيلا بعدها سحبني سحبة قوية جدا وصعدني لي فوق قل لي أنا ما أذيك أبد وما سوي لك بعد أي شاء الله لكن هذا المكان من زمان مكاننا عونت الدرجات وتعديت علينا وبدأ يتكلم وياي كلام غريب ويقول لي دير بالك تأمن بي ترى آني إذا سوي لي أي شي أو شغلة ما تعجبني آخذ روحك وحتى عائلتك ما راح يخلصون من عندي ليش كان يهددني ما أدري حتى كانت أنا أكل بشكل يومي أجيب له وقال لي اسمع أنا أدري بيك أنت تخاف من عندي وحتى هذا الأكل تجيب لي بشكل يومي لكن أنا راح عوفك وما أذيك أبد وراح تركك تصيد بهذا المكان وبعدها طاني ظهرة وعافني ومشي غريب جدا ومرعب لكن مو مؤذي لما نحجي ويايه بس كان يهدد بي فقط رجعت للمكان خايف ومرعوب وشنت كل ساعة ناظر بيدي أقول أخاف أخذ إيدي وراح شنت بداك الوقت يعني جدا خايف صار صديق إلي لكن مو صديق صريح وأشوفه وأقعد وياه وأكلمه وبأحد الأيام نفس الشي هم رحت شوية متأخر ولما رحت شوية متأخر لكن هالمرة مو متأخر جدا يعني وقت الغروب والشمس نازل خلاصه دنيا الليل شفت شخص يصرخ ويرقض واجه من بعيد على اتجاهي ووقفت قلت له شبيك ووقف بسرعة يمي ويقول لي طلع لي جنب هذا المكان وبدأ يضرب علي صحر شعلت الضوء علي أردى شوف هذا شبير رجال لقيت راسه كله دم قل لي ظل يشمرون علي يا صخر رحتاني المكان جنت خايف ومرعوب قلت خاف أكو جن غير هذا بهذا المكان وتأذى بعدها سمعت صوت من بعيد ضحك عالي مو طبيعي ما شخص وكان يقول له انصب الشبك ماتك أنا صديقك أنا ما أذيك وبعدها اختفى الصوت وقمت أنصب الشبك ماتي وعدت أيام وليالي واني على هذا المنوال اليومية أنصب شبكي وأرجع وشنيت دائما أشوفهم بعيد لكن ما يتعرض لي أبدا وما يجي باتجاهي ولا يجي بصوبي نهائيا صار صديق إليه وأكو ناس عرفتني أنا وين حطوا الشبك ماتي وين أنصبها وبدأ يقولولي التشهور تروحوا لهذا المكان وهذا المكان مشهور بالجن وبالطنطط أقولهم أنا ما يأذيني ولا أحد يحاتيني وبيوم من الأيام حشيت كل شي للناس اللي يعرفهم بيهم اللي يصدق بي وبيهم اللي ما صدق بي وقال للطنطل ما إليه أي وجود ترى هو الطنطل نوع من أنواع الجن وشوية شوية بدأ الصيد يقل بهذا المكان وشوية شوية قمت ما أروح إليه وتوجهت ورحت بغير مكان أصيد وبعد لا شفته ولا شافني والقصة هاي قديمة نوعا ما ويتذكرون بيها العراقيين هاي القصة صارت لي بوقت أول ما نزلنا التلفونات الصيني اللي هو خمس سماعات وسلس سماعات كان عنده واحد وما أخذر الصيد ومتباهي بي وين ما روح عشيلة والعالم تشوفه تتفاجئ أنه تلفون بعدد سماعات حلقة قبل كانت العالم تتباهها بالسماعات وهس العالم تتباهها بالكاميرات هذا كلامه هو مو كلامي المهم والهنانة وتنتهي القصة معلبة تحسين وطبعا هواي شفت قصص مشابه لهذا الشي أك رجال اسمه أبو الخنجر هم عنده قصة ويجين ويقول أنا شن الصديق إليه وشان ما يأذيني المهم إذا عجبتك القصة دعمني بلايك اشترك لي بالقناة فعل زر الجرس ويشفين الله شر شياطين الإنس والجن وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله